مرحبا بكم 90% من المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية الحالية دخلت مرحلة التنفيذ وزارة الأشغال بذلت جهدا ملحوظا في هذا الإطار وقامت بخطوات نوعية لتشريع تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في البلاد مشاريع حيوية كشفت عنها الحكومة خلال الأيام الماضية في إطار خطة التنمية ولتحقيق التنمية المستدامة مشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية زاد 523 ميجاوات من إنتاج وزارة الكهرباء لهذا العام مع تأكيد مسؤوليها أن الكويت لن تعاني عجزا في الإنتاج الكهربائي خلال الـ 15 عاما القادمة السنة هذه استلمنا إلى الآن حوالي 1600 ميجا وهذا تمثل 12% من القدرة الإنتاجية استلمنا في الصبية 500 في الزور 500 بالإضافة إلى المستثمر حوالي 600 ميجا وهذه طاقة إضافية وهذا يبين مجهود عمل الحكومة ووزارة الكهرباء ممثلة في شبابنا وعيالنا الكويتين حقيقة الإنجاز الطيب هذا وزارة الأشغال أعلنت أيضا أنها ستسلم مستشفى جابر إلى وزارة الصحة نهاية العام الحالي وأن الصحة ستقوم بتشغيل المستشفى تدريجيا بداية العام المقبل مستشفى جابر يعتبر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم كما يعد مركزا طبيا متكاملا إلى ذلك أعلنت الأشغال أيضا إنجاز نحو 42 مشروع طرق خلال السنوات الثلاث المقبلة للقضاء على الازدحام المرورية في خطة وزارة الأشغال العامة قطاع الطرق سنترح حوالي 42 مشروع بمختلف محافظات دولة الكويت مدة تنفيذهم لا تتزاوز ثلاث سنوات أي من كل مشروع ثلاث سنوات عندنا عدة مشاريع تطوير طريق الغوص تطوير طريق القاهرة تطوير شارع دمشق تقاطعات الدائر السادس تقاطعات الدائر الخامس وبالتزامن مع تلك المشاريع أعلنت وزارة الدولة لشؤون الإسكان أن الخطوات الفنية المنجزة حتى الآن لبدء العمل في مشروع مدينة المطلاع السكنية تمضي وفق المخطط لها بما يغطي 12 ألف طلب